بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الله تبارك وتعالى وضع الإعجاز في كلام نبيه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي استوقفني حقيقة أحببت أن أرد من خلاله على الملحدين الذين يقولون ما هو الجديد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله كل هذه المعجزات التي تروها في القرآن وفي السنة المطهرة لم تقنعكم بأن هناك جديدا أتى به هذا النبي دعوني أتأمل معكم هذا الحديث أيها الأحبة أولا أنا لدي شيء الشيء الأول أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك عدد الأسواق قليلا جدا جدا وكانت متباعدة يعني كان هناك سوق عكاظ مثلا سوق في المدينة على بعد مئات الكيلومترات سوق في الشام سوق في اليمن يعني تجد السوق هناك تمشي يعني طويلا حتى تصل إلى السوق اليوم تجد ما يسمى بالمولات هذا المول يحوي عدة أسواق في داخليه سوق للخضار والطعام والفاكهة وكذا سوق للألبسة سوق للأحذية سوق للإلكترونيات سوق للأجهزة المنزلية سوق لكذا سوق لكذا تجدها كلها محصورة ضمن مثل علبة صغيرة مجموعة كبيرة من الأسواق تنزل من هذا المول في المقابل تجد أسواق في الخلف تجد أسواق إذن عصرنا هذا ما يميزه كثرة الأسواق هذا الشيء لا يمكن لإنسان أن يتخيله قبل 1400 سنة أنا أرجو أن تعودوا معي بذاكرتكم وخيالكم 1400 سنة إلى الزمن الذي كانت فيه الجزيرة العربية فيها مثلا عدد قليل جدا من الأسواق معروفة وكان هناك في الشام بعض الأسواق في اليمن في العراق في أماكن محدودة جدا تخيلوا أن إنسانا في ذلك الزمن يحدثك عن تقارب الأسواق بسبب كثرتها يعني الأسواق متى تتقارب عندما تصبح كثيرة جدا تتقارب طيب من يستطيع أن يتنبأ بذلك إنه حبيبكم عليه الصلاة والسلام انظروا أيها الأحبة الحديث الذي رواه الإمام أحمد يقول لا تقوم الساعة دائما عبارة لا تقوم الساعة يأتي بعدها العلامة التي تدلك على اقتراب الساعة أي أنك لازلت في فسحة من دينك لتعود إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنت مقصرا تعود إلى الله إذا كنت ضالا عسى أن تهتدي إذا كنت لا تصلي عسى أن تسارع إلى الصلاة إذا كنت غير محجبة عسى أن تلتزم بهذا الحجاب لتلقي الله تعالى وهو راض عنك الذي فرض عليك الحجاب هو الله ومصيرك إلى الله ستقفين بين يدي الله فانظري كيف تكون نهايتك من هذه الدنيا هل تموتين وأنت ملتزمة بكلام الله تبارك وتعالى الصلاة والصيام والحجاب والصادقة وغير ذلك أم تموتين مثل كثير من النساء الذين يموتون أو من الرجال يموتون وهم في حالة غفلة عن الآخرة يأتيهم الموت بغتا أيها الأحبة النبي يقول لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ماذا؟ وتتقارب الأسواق وتتقارب الأسواق يعني هذه الأسواق التي هي متباعدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى مئات السنين لم يكن هناك هذا الانتشار الهائل للأسواق كما هو اليوم هذا التقارب للأسواق هو مقدمة لاقتراب الساعة حتى إذن تتقارب الأسواق والشيء الثاني قال عليه الصلاة والسلام ويتقارب الزمان ماذا يعني يتقارب الزمان أيها الأحبة؟ دققوا معي يعني تقارب الأسواق هو نتيجة أو تقارب الزمان هو نتيجة لتقارب الأسواق لماذا؟ لأن الناس كلما توسعوا وكثرت وسائل الاتصال وسائل المواصلات نحن نعيش الآن في عصر أطلق عليه عصر السرعة أنت الآن تستطيع أن تعلم ماذا يحدث على سطح مثلا القمر خلال ثانية وربعة تستطيع أن تتصل بشخص في المريخ خلال مثلا دقائق معدودة أو أقل خلال ثوان أو دقائق تستطيع أن تعلم ماذا يحصل في أي بقعة تقارب للزمان في الماضي كان إذا وقعت معركة في الشام لا يمكن لأهل الحجاز أن يعلموا نتيجة هذه المعركة إلا بعد مرور شهر مثلا مسيرة شهر أو مسيرة أسبوع يعني هذا إذا كان يسير بسرعة كبيرة اليوم تستطيع أن تعلم بنفس اللحظة إذا الزمان الذي كان يفصلك عن الحدث أصبح قريبا دققتم معي أيها الأحبة وهذا ربط نبوي رائع الحقيقة أنا يعني أبهرني حقيقة أنه ربط بين تقارب الأسواق وتقارب الزمان يعني كما أن المسافات الفاصلة بين الأسواق أصبحت قريبة جدا وكانت بعيدة في الماضي يعني كنت إذا أردت أن تذهب من سوق المدينة إلى سوق الشام ربما تسير شهرا على الإبل اليوم تنتقل من سوق إلى سوق في دقائق معدودة تقارب للأسواق في الماضي حتى يصلك الخبر يستغرق شهر أو أشهر من مكان بعيد اليوم الخبر يصلك خلال جزء من ثانية تقارب للزمان طيب يعني أنا أود أن أتساءل وأطرح هذا السؤال على المشككين الذين يشككون بهذا النبي يقولون جاء بالأساطير لم يأتي بشيء جديد إرهاب وعنف وهذا الكلام الفارغ أقول لهم ما الذي يدعو هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن أن يتحدث عن تقارب الأسواق وتقارب الزمن من الذي أخبره بذلك؟ ما الذي يدعوه للحديث عن ذلك؟ وكيف علم بهذا الأمر؟ هذا دليل مادي ملموس أيها الأحبة والله دليل مادي ملموس على أنه رسول من عند الله كاملاً ممكن أن يتحدث عن الشعر ويتغنى مثل شعراء الجاهلية يتغنى بالصحراء والإبل والخمر وكذا وكذا مثل السواد الأعظم في عصري يحدثنا عن ظاهرة ستحدث اليوم في القرن العشرين والحادي والعشرين ويحذرنا أن الساعة ستكون قريبة إذا رأيتم تقارب الأسواق وتقارب الزمن والله إن هذا الحديث لا يشهد أيها الأحبة أنه رسول صادق في دعوته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفان على الإيمان وأن يكرمنا يوم الموت وأنا أدعو لكل من يشاهدنا الآن ولجميع الأحبة دعوة خاصة أن يكرمنا الله جميعاً لحظة الموت أن يجعلنا مثل ذلك الرجل الذي أكرمه الله لحظة الموت قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة